أنا أبي الفاضل، أسام عيسى الشاهين، أبو عيسى مساك الله الخير مساك الله بن نور و كرامة يا أبوهد و مشكور على هذه الفرصة الطيبة نعم أفضك الله يسلمك أبو عيسى طبعا بداية أنا شخصيا أين عجبني اللي شفته بتوتر اللي هو عملك من خلال مئة يوم في المجلس تقرير عملك البرلماني بادرة كانت حلوة والله هي بالحقيقة تقليد ديمقراطي يعني موجود أسس فرانكلين روزفيلت عام 1933 بأن عاهد الشعب الأمريكي بأنه بعد أمية يوم راح تشوفون شون اللي أنا سويت الخروج من حالة يعني يسمونها الكساد الكبير وقتها في أمريكا فصار تقليد ديمقراطي الحمد لله الآن عدد كبير من النواب بالحقيقة سبقني و تابعني أيضا في نفس هالأفكار نشر التقارير بس آمل هالعدوى الإيجابية تنتقل للحكومة يعني هي بالحقيقة روزفيلت لما سواها ما كان سلطة تشريعية كان سلطة تنفيذية فننتظر من كل وزير الآن قاعد فوق 100 يوم 120 يوم أن يعطينا تقريرها شنو سوى شنو تطور شنو تغير فتكون عادة حلوة المواطنين يعرفون فيها شنو قاعد يصير بالحكومة هذا اللي انتمنى جميعا بوعيسى قبل أن نتكلم أكثر بالأسئلة الجمعة يعني صابنا صراحة يعني هي كارثة والجميل بين أنت قدمت ورقة أسئلة موجهة وجميلة ومفصلة إلى وزير الأشقال المهندس عبد الرحمن المطوع بشوف مع بعض تقرير عن هذا الموضوع ونرجع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر نبدي مع النائب الفاضل بوعيسى وسام الشاهين محورنا رح يكون فقط عن الورقة اللي كتبتها بتفاصيل الحادث الكبير اللي صاد لنا بالحقيقة السؤال برلماني من الأدوات الرقابية المقررة للنائب بموجب الدستور وقانون اللائح الداخلية فمن واجبنا أن نفعلها صارت يوم الهمعة يعني هذه الكارثة الجوية العاصفة المطرية والرعدية الحمد لله على سلامة الجميع لكن بالفعل حدثت تلفيات وحدثت خسائر مادية وحدثت حتى خسائر معنوية سمعة البلد بلد متطورة مثل الكويت تصرف مئات الملايين سنويا على مناقصات الشوارع والطرق والجزور وثم علاقتهم تغرق في شبر مية يعني فعلا كان مشهد ملطيف ونفسيا يستاثروا نفسيا حالة السيارات اللي غرقت مناظر البيوت اللي بالحقيقة طفح فيها الماء الخوف يعني الحمد لله على سلامة الجميع لذلك تفعيلا لواجبي قدمت صباح اليوم باقة من الأسئلة البرلمانية بأكثر من جانب سؤال بالحقيقة عن أسباب الكارثة حتى نوجه الوزير بأنه لازم شكل لجنة فنية تدرس الأسباب هل هي ظروف جوية غير متوقعة ولا تقصير إداري ولا تقصير بالإشراف على المناقصات ولا مجمع من ظروف اجتمعت معينة ناس ربطوها بحالة المد اللي كانت حق مناهيل المياه فكان الماء يرجع بدل ما يطلع يعني تفاصيل مختلفة سمعناها بحاجة إلى إجابة علمية دقيقة وأيضا من جانب آخر سألت عن الإجراءات الإدارية الوظيفية التي اتخذها أيضا حتى ننبهى عليها وهو وزير فاضل نتمنى للتوفيق ونجاح الحكومة نجاح لنا فإحنا بالعكس نتمنى لهم الخير ولكن ما هي إجراءات الوقف عن العمل التحقيق الإحالة للتحقيق تدوير أي إجراءات إدارية تمت سواء على موظفين الوزارة أو المتعاقدين مع الوزارة يعني في السنوات الأخيرة ترى الوزارات سلمت وايد من المهام التنفيذية اليومية حق شركات أنت تدق على طوارئ الكهرباء تتفاجأ بأنه ما يولوك موظفين وزارة الكهرباء يولوك موظفين شركة تجارية شركة متعاقد معها بالضبط والشروط يعني أنا كنت سنوات طويلة بالفتوى والتشريع الشروط يا حلاتها شروط مليئة بالغرامات والجزاءات والرقابة والمتابعة ممتاز بس التفعيل مع الأسف يعني نجد المناقصين يأخذون كثير من الأموال ويعطون قليل من الالتزامات الشركات المناقصة والمقاولات الكبرى التي تمت طوال عشر سنوات في موضوع الجسور والأنفاق والشوارع لأن لديها واجس بأن بعض الأسماء تكررت وتكررت بمشاريع فيها أخطاء فمن تأكد هل هذه المعلومة فعلا صحيحة وإذا الرجل أخطأ في موقع معين شون سلمونه موقع ثاني نريد لفت نظر الحكومة وعيضا رقابة عليها واجبنا كنواب أكيد طبعا وهذا إحنا كمواطنين هذا اللي ننتظره من النواب يعني لابنعرف بش اللي صار بالضب الوزير طبعا المهندس عبد الرحمن المطوع شكل لجنة ورح يدرسون ورح يعني أكيد رح يجاوب على كل هذه الأسئلة أمور كثيرة قيلة هل هي بسبب البنية التحتية كانت غير صالحة في مشاكل مثل ما ذكرت بأن أيضا الشركة المسؤولة عن الصيانة منبهة من قبل عندها كتابة نحن نبهنا أنها لازم تصير مثل الأمور الدورية للصيانة وما سوتها الوزارة يعني أنا أظن السؤال البرلماني سيردنا بمستندات رسمية فيقضي على الأقاويل ويعرفنا حقيقة ما حدث لكن أنا لا أستبعد كل الاحتمالات وللأسف نحن دور الإشراف الحكومي على تنفيذ المقاولين هو يكاد يكون الحلقة الأضعف يعني شفنا في موضوع البيوت الحكومية في مدينة الصباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد وصار ترى حتى العام صار بعد حتى بليها رؤية يتكرر يعني لدرجة أن البعض قام يزعم بالدواويين يقول القامة والمقاولين الكبار يختارون الموظفين اللي يبونهم يعني لما يفوز فلان بالمناقصة يقول ترى أبي فلان وفلان هم أيهم من الوزارة يراقبون عليه كأن هناك نوع من العلاقة والودوة فدور الرقيب بالحقيقة نريد التأكد من فعاليته يعني شون يوقع الموظف الحكومي والله استلمنا النفق وهو صالح للاستخدام والمقاول التزم بجميع الشروط وفحصناه ثم نتفاجأ صارت بمحطة مشرف يعني الصرف الصحي من قبل والله إلى الآن يقول لك يعيش تكون نعم لذلك دور الإشراف الحكومي وتفعيل بالحقيقة البنود العقابية والجزائية والإشرافية بالمناقصات يكاد يكون غائب تماما أبو عيسى طبعا الوزير هو حديث عهد بالوزارة فشراحي سيتم يوصل لمرحلة استجواب يعني راح تكبرون الموضوع ويحتاج إلى تكبير أنا بوجهة نظري بالحقيقة التدرج دائما جيد بالأمور فأنت تقدم سؤال برلماني تتأكد الرجل تفاعل جيدا مع أسئلة والإجابات يتفيها إجراءات تنفيذية تفاعل فيها الإنسان ثم تنتقل لمراحل أخرى يعني الاستجواب بالنهاية قد يبرد تشبود الناس لكن ما راح يتعرف على وزارته قطاعات الوزارة ثم يتخذ إجراءات أبو عيسى هل راح تتم أيضا مسائلة يعني بنسويها قضية مسائلة الوزراء السابقين لوزارة الأشغال أنه أنت تعالوا توقعتوا وسويتوا أم لا خلاص يعني اللي فاتمات مثل ما يقولون هو المسؤولية بالحقيقة عن قضايا الأموال العامة لا تسقط بالتقادم ولدينا ما يسمى بمحكمة الوزراء وهي محكمة مختصة بمحاكمة الوزراء الحاليين والسابقين فأنت قد تستدعي الآن وزير أشغال قبل ثلاث حكومات مثلا لوجود خلل مثلا إشرافي أو نقص في أداء دوره والقيام بمسؤولياته فهي المسؤولية ممكنة وأيضا نحن كبرلمانيين نستطيع التحقيق أنا الآن عضو في لجنة تحقيق وزارة الصحة فطلبت في آخر اجتماع يعني لا أريد أكشف تفاصيل لكن لأن اللجنة سرية بالحقيقة لكن مثلا بآخر اجتماع يعني مجرد العنوان العريض طلبت حضور الوزير الصحة السابق نعم فلتحنا الآن قاعد نحقق بالتجاوزات الحكومة السابقة يعني شكوا قاعد نحققوا الوزير الحالي لازم نستدعي الوزير السابق ونسمع منه ولا أظن أنه سيمنع بالحضور أيضا أكيد أبو عيسى بساعة قرينا من الأخبار بأن لجنة التعويضات رح يتم تعويض التي أطلفت سيارته وما أدري بعد إذا أطلف بيته وإحنا شفنا بالفيديوهات لكن في موضوع مهم يعني ممكن بأن الواطن لا وبنبهم أن تقدرون ترفعون قضايا كبيرة في أضرار أيضا نفسية يعني اللي كان بالسيارة وكان بغرق وهذا يعني بره بأمريكا إذا بنتكلم عن شي يقدرون يرفعون قضايا ويكسبون ملايين من وراها بسبب الضرر النفسي نحن بالحقيقة يعني كقانون يمون كسياسي للأسف هو القضاء يعني مدارس في مدارس قضائية تتوسع بالتعويضات يقول كان ما أعوض بس الإنسان ولكن أعوض المجتمع لما أقرص هالشركة أو أقرص هالحكومة أو هالوزارة أحمل حالات الأخرى اللي ما يتلى المحاكم فيتوسعون بالتعويض مثل القضاء الأمريكي وفي قضاء يعني متحفظ يعطيك الأضرار المادية المحددة بتقدير خبير محاسبي وفواتير يعني بالحقيقة القضاء الكويتي يميل للنظرة التقليدية بالتعويضات يعني السيارة المادة أهم من نفسيتي يعني يعني في كثير من الأمور حتى يقول لك يعني لسان حال حكم إنه دعوة حصل خير يعني مو للدرجة التي تطلب التعويض لذلك يعني طبعا ما نقدر هي مدارس ما نقول هذه صح أو هذه غلط لكن هم يميلون للتحفظ عادة بأحكام التعويض أموما يعني كثير من المحاميين يعني الكرام يعني قاموا متمر صحفية وفي كثير من القضايا رح تبدأ أنا الذي أرجو بالحقيقة أن الحكومة وطالبها تبادر بالتعويض تقول أثبت حالة بالمخفر يطلع شرطي يثبت الحالة الضرر للسيارة أو للمنزل ثم تتقدم بأوراقك ونحن كحكومة مباشرة سنعوضك هذا قال ونبي الأضرار النفسية النفسية مهمة جدا فإن شاء الله يا رب نتمنى بأن أبو عيسى حضرتك ونواب الكرام بأن ما تسكتون عن هذه القضية نبيها مثل قضية الجناسي نبيها مثل قضية الملف الاقتصادي وجيب المواطن الحين من جيب المواطن نفسية المواطن لا بإذن الله إن شاء الله نجبر الضرر المادي والنفسي والمطر دائما يرتبط عندنا إن شاء الله بالخير والفرح والبركة بإذن الله هذا اللي نعمل إن شاء الله أبو عيسى بحورنا الحين نتكلم عن جلسة يوم الثلاثة القادم ومحاورة تكون كثيرة موجودة لكن قانون الجنسية على توقع يكون يديد أو مهم هو بالفعل يعني جلسة مرتقبة وصار نوع من الشحن والانتباه والاستقطاب بالحقيقة فأنا أدعو الجميع يعني للهدوء والثقة والتفاؤل إن شاء الله إن سننتهي لشيء يحقق مصالح الجميع وسنلتقي جميعا إن شاء الله بمنطقة يعني وسطة تجمعنا جميعا وتبدد مخاوف الجميع يعني صار في خمسة بالمئة تحمسها وائد بهذا التجاه وخمسة بالمئة تقصد النواب بالتجاه والله ممكن نواب لكن استقطاع بمجتمعي للأسف وشعبي أكثر الأجواء بالمجلس بالله حقيقة بغاية الهدوء يعني ما في أجواء متوترة كثيرا هو القصة وما فيها إحنا طرحنا سقف عالي الحكومة وهو يعني بالحقيقة السقف العالي بأن القضاء هو المهيمن على أمر الجنسية ولا يصدر أي حكم أي سحب أو أي سقاط بناعنا الحكم قضائي ويعني توسعنا بحماية الحق المواطنة خلينا شهادة الجنسية شيء لا يمس تقريبا الحكومة راحت بالسقف الأدنى تماما أنه لا هذه أوامر سيادية وأوامر سياسية وممنوع على القضاء النظر لها كما نعرف بالسياسة أنت دايما يعني تطلب عشرة ثم تحصل لك على خمسة هو يطلب يعني صفر يصعد وياك إلى الخمسة تلتقون في الخمسة بالنقطة المنتصف الآن يعني قيد التداول نحاول نحن والحكومة الالتقاء في موضوع بأن للحكومة وفقا للقانون أن تصدر قرارات المنح والإسقاط والسحب وفقا للقانون ووفقا للدستور كونها هي سلطة تنفيذية التي تنفذ القوانين ولكن نفتح ونبسط رقابة القضاء على هذه القرارات يعني حاليا البعض يقول لا أنا مثلا جنسية أصلية ما يهمني أو أنا بالتأسيس ما ليش يقل بهالجماعة أنت أي أن كانت مادة جنسيتك قد تصبح لخلاف سياسي مثل ما قال وكيل مساعد باللبسة العسكري بالتلفزيون طلع وقال من يتكلم على الحكومة نفتح ملفه ومن لا يتكلم نترك جنسيته ولو كان فيها أخطاء فهذا التصريع أخافنا بالحقيقة وانتخبنا بناء على بنود منها حماية حق المواطنة فقلنا الآن للتوازن يبدو أن هذه نقطة وسط نتقي عليها وشنو يقول أن الحكومة تسقط وتسحب وفقا للقانون طبعا مو على كيف مقيدة بحالة قانونية ولكن للمتضرر اللجوء للقضاء كأي قرار إداري لأن مثلا يصدر مرسوم أميري بترقيات جهة معينة تخطوك بالترقية تطعن أمام المحكمة الإدارية في قضايا الجنسية القاضي يقول المعذرة يا أسامة أنا من حيث الشكل ما أقدر أنظر هذه القضايا هي بقانون المحكمة الإدارية من القضايا الممنوعة علي فنحن لا نقع أن تطرق لجنسية ذات مواد الجنسية ذات الحضر الازدواج ذات السحب والإسقاط بحالات الخيانة العظمى والإضرار بالأمن الوطني كلها حالات موجودة ولكن نقيدها برقابة لاحق القضاء البعض عاجبة البعض يرى أقل من اللازم البعض يرى أكثر من لازم آمل بالحقيقة نخرج بتوافق لا يشترط أن يكون بالجلسة المقبلة يعني بالحقيقة ليش أقول يعني بالبداية الناس خلي يعني يخففون نفس طويل التوتر والأتنش اللي صاير لأن الجلسة يوم الثلاثة رح ندخل أو شيء بالرسائل واردة برتوكوليا لازم ندخل فيها مجموعة كبيرة من رسائل وطلبات اللجان ثم سندخل بالأسئلة البرلمانية وإجابات الوزراء عليها وهذه ستأخذ نقاش طويل ثم سنستكمل نقاش برنامج عمل الحكومة يعني أنا شخصيا تكلم لكن ثلاثة أربعة النواب لمحي ما يدورهم بالكلام فهذه أظنها يوم الثلاثة كاملا سيذهب في هذا الاتجاه الأربعة سوف نستطيع أن ندخل بتقارير اللجان بالحقيقة قبل أن ندخل يعني الستوديو هاتفة الزميل محمد الدلال رئيس اللجنة التشريعية وعضو مكتب المجلس أخبرنا بأن اللجنة التشريعية انتهت من تعديل قانون المحكمة الإدارية أما بالنسبة لتعديلات قوانين الجنسية فيبدو حسب ما فهمت من الأخ أبو عبد الله بأن اللجنة الداخلية والدفاع ولجنة التشريعية يعني مو مستعلم فيهم ما زالوا يحتاجون مزيد من الإنظار التعديلات لأن اقتراحات كثيرة قدمت فأطمن الجميع ما في أي مساس بالمواطنة كلنا ضد بالحقيقة المزورين والمزيفين والبعض حاول يسوي حملة علقتهم ترامبوية والناس قالوا على نفس ترامب واليمين الآن اللي قاعد يصعد يمينه ويسار هذا بالحقيقة نفس عام في العالم الآن كل ما يضعف الاقتصاد يبدأ الناس يتكتلون ويتعنصرون ويردون طرد الآخر والمختلف عنهم لكن هذا موجود بعيسة صارت الندوات وصارت مؤتمرات وما شاء الله شفت سوشال ميديا دائما يثير ويحل ويربط و لازم نطلع و مشكلتنا ثقافة المانشيت يعني الناس تروح على المانشيت و لا تقرأ التفاصيل و سامع أنتم تعدلون أصلا ما قاعد تكلم عن قانون الجنسية قاعد تكلم وفقا لتوجيهات سمو الأمير بأننا دولة قانون وسيادة القانون و سمو الأمير هو بالحقيقة حاول يقحم المقام السامي قال لا أنتم تنتقصون من صلاحيات الأمير لا سمو الأمير حفظ الله هو رأس السلطات جميعا رمز الدولة و ليس فقط السلطة التنفيذية هو حتى التشريعية القانون يطلع باسم سمو الأمير حكم القاضي إذا بسطنا رقابة القاضي سيصدر باسم سمو الأمير فأحنا لا يوجد أي انتقاس بالعكس سيادة قانون الحكومة تسحب و تسقط وفقا لأحكام القانون و القاضي يراقب هل طبقت القانون أو لا ما يدخل بالتفاصيل يتأكد هل هي تبعت الإجراءات السليمة أو لا حتى يعني نأمن جميعا بالحقيقة من إبداء آراءنا السياسية دون أقحام جنسيتنا في رأينا السياسية نعم إذا قلنا أبو عيسى بأنه طرفين يعني فزين الطرف الثاني يعني إلى وين بيصل معكم بآراء بمقترحاته هو بالحقيقة في يعني هذا اللي أنا ربما عبرت له هو يمثل منطقة الوسط تقول يعني تسعين بالمئة في خمسة بالمئة ناس معجبهم هذا القدر يقول لك لا هذا قدر يعني بسيط و اللي قاعد يقول لا أسامة ما يبراسنا و ما يمشي بمطالبنا يابونك احنا ما نبي رقابة لاحقة نبي رقابة سابقة الحكومة ما تصدر قرار إلا ما لما تلجأ للقاضي و من حقهم وهذا شيء جميل لكن أنا أظن يعني لما نروح نسمع الرأي الثاني اللي هو رافض تماما رقابة القضاء هذا يبراقابة سابقة و لاحقة و هذا ما يبيه قضاء نهائيا فنلتقي على الرقابة على الأقل اللاحقة في منطقة وسط هذا بالحقيقة ما أحاول أنا أنه يعني أدعو له وأوجه له ما أقول نصار توافق لكن آمل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى هل تتوقع بأن الله لا يقول يعني راح نعيش في أزمة سياسية كبيرة و خصوصا طبعا يعني أيضا ورقة بأن استجواب رئيس مجلس الوزراء يعني مرة بنستجوبة مرة نحن مستجوبين بالحقيقة أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتفائل قال تفائلوا بالخير تجدوا أنا متفائل بأن هذا الحل الوسط منطقي و عقلاني و المفروض لا يسعلم رقابة القضاء اللاحقة يعني مثل ما قولوا لا تبوق لا تخاف إذا أنت أمطبق القانون فلا تخاف وأضمن المواطنين هذا الموضوع بسط رقابة القضاء ليس له علاقة بملفات ثانية البعض قاعد يقحم مثلا قضية البدون هذه قضية مختلفة قضية المزدوجين هذه قضية ثانية مختلفة قضية المزورين هذه قضية ثالثة مختلفة ما يصير تناقش الثلاث قضايا مع قضية السحب و الأسقاط و هي قضية رابعة مختلفة كلهم يعني تحطهم بجدر واحد ما يصير هذه قضايا مختلفة عن بعضها كلنا بالحقيقة ضد التزوير و التزييف و مع مراقبة ملفات الجنسية و أنا بالحقيقة كنت بزيارة للعم صالح الفضالة قبل أسبوع اطلعت على النشاط الجهاز المركزي صحيح في بعض الحالات الإنسانية و القديمة في الكويت بالإقامة نسعى يعني لتعجيل أمورها بالحقيقة و لكن أيضا دورهم في التفتيش و الرقابة و البحث حتى بملفات يعني خارج حدود الدولة وثائق رسمية يحضرونها و جهد بالحقيقة لأول مرة ملفات البدو منذ الاستقلال كانت دائما يعني مكدسة يدويا الآن الجهاز المركزي نجح بالحقيقة بأرشفة آلية لو يحترق المكان بفعل فاعل واحد يضيع الوثائق لا الملفات موجودة و الوثائق مؤرشفة إلكترونيا و محفوظة بالحقيقة مو فقط بالجهاز المركزي محفوظة بمكان خاص آخر يعني لا أريد أن أفصح عنا بالإعلام كناحية أمنية أيضا كل أسبوع يأخذون أبديت و أدون مكان آخر بالحقيقة ينحفظ فيه أيضا الوثائق نعم و أيضا مرسوا مصدر مؤخرا يعني أو تم التعديل عليه اللي هو دائما يعني الوظيفة للكويتي الآن صار يليه هو غير الكويتي من أم كويتية تكون لأولوية فتشوفها بأن هذا إنجاز بالحقيقة أنا أمن أن أبناء الكويتيات صحيحهم أبناء لأبائهم و أعمامهم يعني بالشريعة الإسلامية و المجتمعات الشرقية ينسب الرجل لأبوه كلام سليم ولكن كناحية وظيفية كناحية تعليمية كناحية صحية هو يظل إحنا خوالة يعني و مثل ما قلنا يعني ثلثين الولد على خالق فإحنا كخوالة ككويتين منسومين بهذا الإنسان وبعضهم ولدوا بالكويت وبعضهم الأم انفصلت عن الأبو وبعضهم ما زالت الزوجية قائمة على هذه الأرض الطيبة صحيحنا ما قاعد نتكلم الآن عن تجنيسهم ولكن خطوة التوظيف بعد الكويتين خطوة جيدة و بالتجاه صحيح ممتاز و نتمنى إن شاء الله دائما التغيير أو التعديل يكون للأفضل و لصالح لكويت أولا و أنا طمأنني يعني المواطنين بأن الخير وايد و يسع الجميع يعني لا يخافون يتكتلون نحن بنتكلم عن الخير بعد الفاصل نتكلمنا فيه خير إن شاء الله يا رب لكن دائما الخير هم شباب الكويت و دائما السعية لشباب الكويت و إننا نسهل عليهم كل شيء خصوصا المشروعات الصغيرة مثل ما أنت شايف ما شاء الله بدأت من صغير قام يصير متوسط إلى بدأ أن يصير كبير ما شاء الله و منتشرين في كل دول الخليج فكلمنا عن هذا المحور اللي يهمك بعد بالحقيقة إيزاك الله خلفعل أني يهمني و يهم زبلائي بالمجلس و نفتخر هذا المجلس هو أول مجلس يشكل لجنة لرعاية قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة هذه يعني تحسب لكم مثل ما تفضلت يا أبو فهد يعني نتمنى أن يكبر دائما المشروع لأن الصغير يمكن يشغل كويتي واحد ما يصير متوسط تلقى عنده ما شاء الله خمسة عشرين ثلاثين كويتي صار كبير يمكن وصل إلى 200 ثلاثمائة أكثر فيستفيدون شريحة يعني أكبر فهذا يعني طموحنا اللجنة بالحقيقة تصير يعني بهمة كبيرة يعني الزملاء أنا أفتخر بمزاملتهم أخواني النصف و الفضل و الفضالة و الحميد الاسباعي و محدثكم لجنة نشيطة دعوبة قررنا الحمد لله قانون بتمديد مدة و مبلغ رأسمال محفظة البنك الصناعي هذا ضروري محفظة بالحقيقة يعني إنجازات المجال السابقة لكن انتهت يعني أموالها و انتهت مدتها فإحنا الآن فتحنا المدة عشرين سنة جديدة و أضفنا لها مائة مليون دينار كويتي هي تقدم تمويل وفق الشريعة الإسلامية كافي زين ما في فوايد كباب الكويتي كثيهم بتمليون بور زيادة هذه بالحقيقة منافسة للمحفظة المليارية يعني المجلس 2012 أقر الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة و متوسطة فإحنا الآن خلقنا نوع من المنافسة تقدر تروح الصندوق الوطني و تقدر تروح البنك الصناعي و تقدر طبعا يعني تشتغل باتجاهات أخرى بالبحث بالحقيقة و التحري ترى التمويل مو هو المشكلة الأساسية و العوائق الإدارية هي المشكلة الأساسية هذا جزء منها جزء منها بو عيسى يعني أنا قاعدت قبل سبوع مع تجمع سمهم تجمع رواد الأعمال الكويتين اللي هو الباب الخامس الكويتين اللي صاحب عمل مو يشتغل بشركة هو نفسه شغلة هو الشركة بالحقيقة معات هكا شنو حجم المشاكل اللي عندهم لا والله ندري عنهم يا أبو مالحين يبون يبون حلول سريعة الدورة المستندية و الاطوالة هذه يبونها أن تكون قصيرة تكون صغيرة يعني الصدق حتى أنه يطلب منه إذن عمل زينه هو رب العمل يطلب يوقع حق روحه إذن عمل شون و مطلوب أنه يجدد بياناته و إلا انقطع عنا دعم العمالة يعني الدولة سوى الدعم العمالة حق تشجيع الناس روحه على قوانين قديمة روحه بالضبط يطبق عليه الفورما القديمة أنا هاتفت بالحقيقة الأستاذة هند الصبيح نعم بالحقيقة يوم السبت يعني يبعط له لكم مشكورة يعني لأن الموضوع عاجل فهاتفته وزيرة الشؤون و أيضا هاتفت الشيخ محمد العبدالله المبارك وزير الدولة لأن برنامج عادة هيكلة القوى العاملة يتبع وزير الدولة و الثاني هم نزاهم الله خير أبدوا اهتمام قلت له ما يصير قط دعم العمالة بدون سابق انذار يعني يقول لك احنا خاطبنا الشركة ما جددت البيانات و وقفنا دعم العمالة زي دعم العمالة الكويتي اللي يشتغل بعمل حر أو خاص يعتمد عليه بالأقصاط بإيجار شقته بمصروف بيته هذه كانت عمليات تفتيش هذه كانت نحن بالحقيقة لا نقول لهم لو بناء على أعمال تفتيش و بالحقيقة أننا مخالفين ما يخالف لكن بناء على عدم تحديث بياناته ما احنا طول عمرنا بالحكومة ولا مرة وقف عنا الراتب الحكومي معنا كل سنة بالحكومة يجينا فورمات حدث بياناتك الاجتماعية حدث كذا فورمات تنقطي يمكن 99% من موظفي الحكومة ما يسوونها ولا يودونها للشؤون الإدارية لكن دائما نقول المعاشي مقدس الكويتي مسكين يعني من شهر لشهر ينتظر مسجل بنك نزل يعني للراتب عشان يصرفها على عياله فلماذا بالحقيقة لا تراعي الحكومة العاملين بالقطاع الخاص و الأعمال الحرة المفروض لهم مزايا تفضيلية يعني مفروض أن تتعاملهم مدللين عشان اللي بالحكومة يقوم يطمع يقول أنا خروح هناك لكن نشوف معاناتهم و يشوف يعني شون الدولة تطاردهم من مكان إلى مكان هذا القطاع الخاص نعم القطاع الخاص أنا ودي أبو عيسى يعني أنت كان لك دور فيها لكن أنا ودي أركز على المشروعات الصغيرة البنك الصناعي دائما يعني يعني رابعنا و مشاريعهم فيثنون عليه يعني أكثر مثلا من المبادرة المليارية مثلا ما ذكرت فما تركزون عليه أكثر البنك الصناعي بالحقيقة البنك الصناعي من ضمن المواد اللي حطيناها بأنه يلتزم بتزويد المجلس كل ستة شهر بتقرير عداري و مالي هذا نوع أيضا إضافي جديد لأول مرة نفرض عليه بأن أنت ما رح تأخذ الأمية مليون و نشوفك بعد عشرين سنة لا يكون حرسفة لأنه يمنك تقرير كل ستة شهر لتطور الأعمال لنوعية الأعمال رقابة ممتازة نحن كلجنا بالحقيقة ناقشنا موضوع القطاعات التي تشتغل فيها لماذا تركيز على مثلا مشاريع المقاولات الزراعية جيدة لكن أيضا نريد تدخل في قطاع التكنولوجيا الصناعات الخفيفة فتحاول بالحقيقة توجه الأموال ليس تعطيها لأي فكرة البعض يقول تكررت المشاريع الغذائية و الكفهات و لم ننتقل إلى مراحل أخرى هي لازم أنا بوعيسة دائما يقولون يعني كله مطاعم كله في كفه كله نوادي ما نفعل هذه المشاريع الموجودة الحمد لله طلعنا من مرحلة الكوب كيك الحمد لله هذه مرين فيها من عشر سنين الحمد لله الحمد لله كل عمل محترم و من حق الإنسان يعمل باللي يريده طالما هو قدم دراسة جدوى و هذا الميدان يح ميدان لكن بالفعل أحيانا الدولة لازم توجه الأموال للقطاعات التي تهتم فيها يعني في برنامج عمل الحكومة اللي راح نكمل مناقشته يوم الثلاثة حاطين واحد من أربعة أشياء أولوية اللي هو تنشيط الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات يعني كلك مثل ما يسمى سيلكون فالي يعني وادي السيلكون مثلا موجود في أمريكا موجود أيضا في بعض الدول الشرق أوسطية قاموا يسوون مدينة الانترنت ومكان التكنولوجيا المعلومات فإحنا كم قاعد نستثمر خاصة فيه وايد كويتيين شاطرين في هذه المجالات موجودين إحنا قاعد نوجه لهم أموال ولا نخلينهم يعني بروحهم يعني إحنا نفتخر مثلا بالثمانينات بكمبيوتر صخر يعني رأس مار ربما عمال يعني خليجية نفتخر فيها ونعتز فيها وأياد كويتية بيضاء ولكن بعدها توقف الإنتاج الخليجي والإنتاج الكويتي في مجال التكنولوجيا المعلومات الشباب يحتاجون التشجيع ونبي التركيز دائم في المجالات الصحيحة هذا الذي نبحث عنه نعم بكيد هذا اللي انتمنى دائما عندك بعد شي على موضوع المشروعات الصغيرة بالحقيقة أنا فقط يعني نداء للحكومة بأن لا تطاردون العامل بالعمل الحر والعمل الخاص بالعكس يعني هو فكم من عناء ثلثة أو نصفة كدعم عماله ليبدع يعني مثل ما يقول آدم سميث دعه يمر دعه يعمل يعني لا تعطل دورة الإنتاج بأعمال ورقية وراجع الجهة الفلانية وروح الجهة الفلانية الحمد لله الوزير يعني النشط خالد الروضان عمل أعمال لتسريع الدورة المستندية في مسألة التراخيص وبالحقيقة فعلا مرت عليه شخصيا حالات يوني قال للأسامة أنهينت رخصة تجارية وكانوا مستوفينها بالحقيقة في يوم واحد يعني فعلا هذه حالات مرت عليه شخصيا فهذا شيء نفتخر فيه ولكن أيضا نريد يعمل إن شاء الله الشؤون تحذو ذات الحذو وبرنامج عادة الهيكلة مشكور يعطي تدريب وتطوير وتأهيل لكن أيضا نبي يعطي تسهيل بالحقيقة للمعاملات وعدم اضطرار للمراجع الورقية الدورية هذا طبعا أنت ذكرت بأن أيضا راح يتم الاختيار يعني ما تبون بأن مشاريع يعني تكرر بشكل كبير وكثير مشاريع يعني غير مفيدة فرح أيضا يتم الاختيار المشروع بإذن الله احنا اقتصادنا بالحقيقة مختل ومشكلة أننا ندري أنه مختل من السبعينات يعني خطط الحكومية من السبعينات إدارة التخطيط ثم وزارة التخطيط ثم المجلس الأعلى للتخطيط وكلها يحطون تنويع مصادر الدخل إصلاح خلال اقتصاد الوطني لكن بالحقيقة حتى الآن ما زال اقتصادنا مختلا ما زلنا 96% ونص إرادات نفطية والإرادات الأخرى بغاية يعني البساطة ومحدودة بـ 4.5% حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الأمريكي بالاقتصاد الألماني حتى بالاقتصاد التركي بالاقتصاد الياباني بالشرق يعني كلها بين 60% إلى 80% من حجم الاقتصاد نحن بالحقيقة نظن لن تعدو عن كونها 5% ربما أقل قليلا أكثر قليلا من الاقتصاد الوطني مأخوذة ويعني بالحقيقة من هذه الشريحة الهامة فلماذا لن نوسعها نبني توس النفط ليس دائم بالحقيقة ولكن العقول الكويتية عقول الشباب والفتيات هي الدائمة لنستثمر فيها لنوجد نوجد سياحة نستثمر فيها في السياحة خصوصا نحن نطمح بأننا ندخل في هذا المجال مجال السياحة مثل الدول الخليج القريبة مننا فالشباب موجودين جاهزين مشاريعهم موجودة بس يبون الدعم والله الملف السياحي بالحقيقة بالذات السياحة الأسرية المحافظة لدول الخليج قلت تكلم عن منطقة تقريبا فيها 30 مليون نسمة ويبحثون عن الأماكن للتنزه والترفيه الآن قاعد نشوف أخواننا في دبي سبقوننا وقطفوا ثبارها الآن إن شاء الله 15 سنة هم فقط اللي يزعبون من هذا القطاع يعني وعليهم بألف عافية ولكن أيضا حان الوقت أن تنافس الكويت نعم والساحة التسع وعندنا مزايا تفضيلية بالحقيقة من بنية تحتية من شعب منفتح بالحقيقة من أماكن أيضا جذابة وسياحة جميلة محافظة مثل ما ذكرتين هذا كلام جدا جدا نعم كل دولة فيها خصائص يعني ما يصير أيضا حالات الثوب رقعتها من نوفية يعني أنت تسوي صناعات أو قطاعات تناسب بيئتك المحلية يعني بعض الناس يقول لا وسامة ما سير السياحة إلا بعزكم الله المشروب وغيرها من منكرات لا بالعكس هناك السياحة العالية المحافظة أخواننا بالمنطقة الشرقية أخواننا بالسعودية وهذا دائما اللي طالبهم في الشعب الكويتي دائما وأدبا وأبدا يطالب بالسياحة المحافظة الجميلة التي أنت ذكرتها والكويت مليئة بالسواحل الجميلة والجزر غير المستغلة رح للمشروع الشمال إن شاء الله رح نسود مركز مالي وتجاري كبير والله آمل آمل وقبل أيام قليلة الحكومة أيضا بالحقيقة بشرتنا لكن إن شاء الله تكون بالحقيقة مشروع جدي وليس فقط دراسة اللي هو لجزيرة فيليتشة الجزر الخمسة سيبدأ الآن مشروع يعني طرحة للاستثمار لكن آمل أن يكون بالحقيقة الاستثمار مراعيا لطبيعة المنطقة ومحافظة على آثارها وإيضا مستفيدا من أهاليها يعني آمل أن يكون لأهالي فيليتشة الأولوية بالحقيقة في إدارة مرافقها في الدلالة على معالمها فسنة بتعاونكم معهم وإن شاء الله هذا اللي سيصير مشروع الشمال الجزر الخمسة ومدينة الحرير وإن شاء الله قطار الحريرة وخط الحرير بإذن الله إيدنا بالحقيقة مفتوحة لهم ونجاحهم هو نجاح لنا نجاح لبلدنا الحبيب بالتأكيد الآن سؤال يمكن أن تكون شخصي أبو عيسى قرأت لك من فترة كتاب النقابي الذكي نعم فهذا مجال جديد أحد شوي بالكتابة بالحقيقة نحن تسلينا شخصيا في فترة المقاطعة ويعني أصدرت ثلاث كتب بالحقيقة يعني الكتاب الأول هو عن إدارتي اللي اعتز فيها إدارة الفتوى والتشريع أنا بالحقيقة كانت أطروحة الماجستير عن هذا المكان فأصدرتها بكتاب ونقحتها عرفانا بالزميلات والزملاء في إدارة الفتوى والتشريع محامين الدولة وكل من ترأس الجهاز يعني ابتداء من السنهوري رحمه الله وانتهاءا بالمستشار صلاح المسعد فكان كتاب عن فتوى والتشريع الكتاب الثاني كان عن تجربة فبراير 2012 لخصت الأعمال البرلمانية وأيضا وضعت بعض الرؤى السياسية عن موضوع المقاطعة وموضوع يعني المأزق الديمقراطي بالكويت رؤيتك ونقرتك نعم الكتاب الثالث اللي حضرتك يعني لفت النظر له سميته النقابي الذكي أنا بالحقيقة قضيت يعني تقريبا ثمان سنوات بالعمل النقابي من الثانوية إلى الجامعة إلى الماجستير كلها بالأعمال النقابية فقلت حلو الواحد يلخص تجربته وينقلها لمن بعده حتى يبدأون من حيث انتهينا ممتاز والحمد لله دونت وكان يعني من أوائل الكتب في مجالها ومشكورين دار الإبداع الفكري يعني هي دار مشهورة بالكتب التدريبية والتطويرية فالحمد لله تبنو وصدر ونأمل له القبول إن شاء الله إن شاء الله والقادم في فكرة بالك والله حاليا بالحقيقة ما أغشك العمل البرلماني يعني ما يسمح في مجموعة من الأفكار نحرص دون العناوين حتى ما أنساها في موضوع يعني قانوني يعني يشغل البال لكن إن شاء الله يعني لما نبدأ الكتابة الجدية فيه إن شاء الله تكون أول من يعرف عنه إن شاء الله ينفهد بو عيث أنت نشط في التويتر لكن بالإستقرام نادر أو يمكن أنت ما تنزل شيء يحد ينزل عنك الضار المكتب لا لا وانا يايم نزل ترى ستوري بالإستقرام بس فعلا أنا مو نفس نشاط التويتر في ربع يقولوني لازم تشدها إليك يعني أحاول التواجد بيوتيوب وتليغرام وسناب شات واني يروح تليغرام رحنا لفترة وما هديته في تشنال هناك بالإسم أنا بالحقيقة دائما أرفع شعار من حقك أن تعرف يعني أنت انتخبت النائب هذا ببين بتويتر دائما لازم تحيط الإنسان بالقاع السوي ما يصير أنا يعني وصلتوني بعضهم يقول يا أسامة يعني معنا كلامهم حل عنا يا معود إحنا وصلناك نشوفك بعد أربع سنين قلت لها ما يصير لازم أبلغكم أسمع منكم الفيدباك ردود الأفعال شلو اللي صار شلو أنتو هل عجبكم هل خاط هل الواحد وبالحقيقة كثير من النقاط والأسئلة التي أقدمها يعني بدأنا مثلا بسؤال الأمطار عن موضوع الإشراف والتحقيق الإداري والعقود والمناقصات دكتور أكاديمي فاضل من أهل المنطقة هو الذي يزودني بهذه الأسئلة قال لأسامة لماذا تكون عملي لا فقط تكتفي بالانتقال بتويتر تقدم سؤال برلماني يفيد الوزير ويفيد المواطني هذا شيء جميل ودائما مبادراتك جميلة أبو عيس وانتمنى إن شاء الله يا رب لك التوفيق بإذن الله وشاك لي لك وجودك معنا